السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد كورزان هدا اياها للا البتول لا بالحمد الله يا مرحبا الله يطول عمرك للا اتي بغيت نسولك ومجيت واحد لفقشاد مجيت الوليدين بيولو ايا اياها الله وخز منع اياها مجل نعم منت البتول ربما البعض يوقع لها نوع من الخجل في الكلام تكلمي بنتي اخذي راحتك احنا كنا اسرة وحيدة اه للأسف اه ربما البتول بغت تسأل على اه اوقع شيشانان ما بين الاباء والابناء بنتي البتول في نظامنا الحياتي ممكن اننا نعتمد على مبدأ الحقوق والواجبات في اي قطع تشتغل في مقاولة تشتغل في شركة تشتغل في ادارة تشتغل في اي مجال هناك نظام الحقوق والواجبات لابد ان نراعي نظام الحقوق والواجبات لكن العلاقة بين الاباء والابناء ما فيها نحو أقوى للواجبات مبنية على الطاعة مبنية على الولاء مبنية على الخدمة مبنية على أنك تحضر الراس مع الوالدين لأن رب عز وجل أصدر حكما قضائيا من السماء وقال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة الوالدين أعطاهم الله وحد المقام رفيع ما تسمعش الكلام اللي يقوله بعض الناس في مجال الحرية الفردية وحقوق الإنسان أن دونون دونون هذا الكلام يكون في مقاولة يكون في حزب سياسي يكون في نقابة عملية يكون في عمل جمعوي أي نعم هناك بنود دين الحقوق والواجبات والالتزامات والعهود والمواتيق نحترمها لكن مع الوالدين كين هناك الخضوع التام الوالدين اعطموا الله وحد مقام رفيع اسكت وخيض الموك أحد الصحابة كان أبوه يأخذ له من ماله هو كان تاجر كبعو شري وباكي جاكمت ديدو الصندوق يدير زيق فجاء يشكوه إلى رسول الله يا رسول الله هذا أبي يدخل إلى محل التجاري ويأخذ مالي ماذا أصنع معه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك لأن ربي عز وجل جعل هذا المقام للوالدين وكلنا كنا أبناء وصرنا والدين هذه نعمة أعطاها لنا الله تعالى نحافظ عليها أنت اليوم لكنت ابن وترى بأن هذا القانون جائر فغدا ستصيره أبا أو أما وسترى بأنه دمتياز رفيع أعطاه الله للعباد فكن قل لك بنتي البتول الوالدين يقع اللي يقع كان أحضر الرسل ما تحاسبش معهم إلا دخلت معهم كان بوس للدين وكان بوس الرسل إلا تحاولت معهم لا أنظروا إليهم في عيونهم كي لكي حد البصر في والده كيتكلم بنبرة صوتية حادة ويحد النظر أبدا لا بد عينك في الأرض كانوا بعض الصالحين ما كي يكلش مع والدي في المطعم الواحد في نفس الطبق أحدهم كان قل لماذا لا تأكل مع أمك وأبيك في نفس الطبق قال أخاف أن تمتد أعينهم إلى لقمة يحبونها فتسبقهم يدي خلوا بتأكلهم اللون يشبعوا عدنك الآن هذا مقام للوالدين فممكن أنك استعمل حقوق الإنسان والحرية الفردية والمواتيق في أي مجال إلا مع الوالدين الذل والمهانة قال لك ربي إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهم أف إياك أف ولا تنهرهما وقل لهم قونا كريما اختل الألفاظ واخفد لهم جناح الذل الذل كن مع وليدك مدلول وفيين هما الوالدين كن القيناهم نبسوا لهم للدين والرجلين صباحوا الليل نخدموا ونجعلوا أجسامنا مثل الشمعة تحترق لتوضيئ لهما رلي عنده والديه عنده نعمة عظيمة يتل فيهم ولكن لم تولي أشقى الله عز وجل في ختم الآية قال وقل رب ارحمهما كما ربيني صغيرا أي لا تنساهما من الدعاء إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى ادعو لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان فاللهم يا رب بارك في الوالدين الأحياء وارزقهم الصحة والعافية والسعادة والبركة والوالدين الأموات اللهم ارحمهم جميعا رحمة واسعة واجعلهم عندك مكرمين منعمين في جنات الفردوس قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد كرزان هذا اياها للا البتول لا بالحمد الله يا مرحبا الله يطول عمرك لا لا اريد انتقل لك واجهت الوالدين بيولو اياه اياه الله وخز منعا اياه اياه نعم بنتي البتول ربما البعض يوقع لنعمل خجل في الكلام تكلمي بنتي اخذي راحتك احنا كنا اسرة وحيدة اه للأسف اه ربما البتول بغت تسأل على اه اوقع شيشانان ما بين الاباء والابناء بنتي البتول في نظامنا الحياة ممكن اننا نعتمد على مبدأ الحقوق والواجبات في اي قطع تشتغل في مقاولة تشتغل في شركة تشتغل في ادارة تشتغل في اي مجال هناك نظام الحقوق والواجبات لا بد ان نراعي نظام الحقوق والواجبات لكن العلاقة بين الاباء والابناء ما فيها لحقوق والواجبات مبنية على الطاعة مبنية على الولاء مبنية على الخدمة مبنية على انك تحضر الراس مع الولدين لان رب عز وجل اصدر حكما قضائيا من السماء وقال وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهم اف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة الولدين اعطاهم الله واحد المقام رفيع ما تسمعش الكلام لك يقولوا بعض الناس في مجال حرية الفردية وحقوق الانسان ان دونون دونون هذا الكلام يكون في مقاولة يكون في حزب سياسي يكون في نقابة عمالية يكون في عمل جمعوي اي نعم هناك بنود دين الحقوق والواجبات والالتزامات والعهود والمواتيق نحترمها لكن مع الولدين كان هناك الخضوع التام الولدين اعطاهم الله واحد ما قام رفيع اسكت وخيض الموك احد الصحابة كان ابوه يأخذ له من ماله هو كان تاجر كبير عشري وباكي جكم الدد الصندوق الدرزيق فجاء يشكوه الى رسول الله يا رسول الله هذا ابي يدخل الى محل التجاري ويأخذ مالي ماذا اصنع معه قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لأبيك انت ومالك لأبيك لان ربي عز وجل جعل هذا المقام للولدين وكلنا كنا ابناء وصرنا والدين هذه نعمة اعطاها لنا الله تعالى نحافظ عليها انت اليوم لك انت ابن وترى بان هذا القانون جائر فغدا ستصيره ابا او اما وسترى بان هذا امتياز رفيع اعطاه الله للعباد فكان قول لك بنتي البتول الوالدين يقع اللي يقع كان احضر الراس ما انت حاسبش معهم الى دخلت معهم كان بوس للدين وكان بوس الراس الى تحاورت معهم لا انظروا اليهم في عيونهم كليك يحد البصر في والده كيتكلم بنبرة صوتية حادة ويحد النظر ابدا لا بد عينك في الارض كانوا بعض الصالحين ما كي يكلش مع والده في المطعم الواحد في نفس الطبق احدهم كان قل لماذا لا تأكل مع امك وابيك في نفس الطبق قال اخاف ان تمتد اعينهم الى لقمة يحبونها فتسبقهم يدي خليم تياكلهم اللوني شبعوا عدنك الان هذا مقام دي الوالدين فممكن انك استعمل حقوق الانسان والحرية الفردية والمواتيق في اي مجال الا مع الوالدين الذل والمهنة قال لك ربي اما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما فلا تقل لهم اف اياك اف ولا تنهرهما وقل لهم قونا كريما اختل الالفاظ واخفد لهم جناح الذل الذل كن مع وليدك مدلول وفينهما الوالدين كن القيناهم البسلهم للدين الرجلين صباحوا الليل نخدموا ونجعلوا اجسامنا مثل الشمعة تحترق لتوضيئ لهما رلي عنده والديه عنده نعمة عظيمة يتل فيهم ولكن لم توله اشقى الله عز وجل في ختم الآية قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اي لا تنساهما من الدعاء اذا انتقل الرفيق الاعلى ادعو لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان فاللهم يا رب بارك في الوالدين الاحياء وارزقهم الصحة والعافية والسعادة والبركة والوالدين الاموات اللهم ارحمهم جميعا رحمة واسعة واجعلهم عندك مكرمين منعمين في جنات الفردوس قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله